حدة القمع التي رافقت الانتفاضة في إيران بعد مقتل مهسة أميني بدت أكثر قصوة ضد بلوش إيران في الإقليم الواقعي على الحدود الباكستانية وعلى الضفة الشمالية لخليج عمان إذ قتل نظام أكثر من 120 شخصاً خلال الاحتجاجات ولكن من هم البلوش؟ وما طبيعة معاناتهم في إيران؟ ولماذا يعاني إقليمهم بلوشستان الحرمان والتهميش؟ إليكم القصة باختصار البلوش هم أحد الشعوب الرئيسية الستة التي تقطن إيران ومن هذه الشعوب الترك والكرد والعرب والتركمان والفرس ينتمي البلوش إلى المذهب السني ويتوزعون على عدد من البلدان منها باكستان وأفغانستان وكذلك عدد من البلدان الخليجية بخاصة في عمان لكن النسبة الأكبر منهم تعيش في إيران هذا الانتماء الديني جلب للبلوش معاناة مضاعفة في البلد الذي يعتمد المذهب الشيعي كمذهب رسمي ويرد في دستور البلاد أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون من المنتمين إلى الشيعاء إضافة إلى ذلك لم يسبق أن تولى أي من المنتمين إلى المذهب السني في إيران مناصب عليا كوزير دولة أو حاكم إقليم في البلاد للبلوش لغة وثقافة خاصتان بهم وعادات وأعراف تلقى إصرارا كبيرا منهم للحفاظ عليها إذ إنهم يخضون معركة ضد نظام يسعى إلى تمس هويتهم من خلال فرض الحرمان في الأقاليم والمضايقات الدينية والثقافية ومحاولة قلب التركيبة السكانية لصالح الوافدين وتهميشهم من تولي مسؤوليات حكومية ليس على مستوى إدارة البلاد فحسب بل حتى في مدنهم الكبيرة والصغيرة إذ يمنح النظام الوافدين إلى أقليم بلوشستان مناصب إدارية عليا بينما يمنع البلوش من الوصول إليها هذا التهميش ليس وليد النظام الحالي إذ عانى البلوش منذ عقود طويلة في عهد الشاه التهميش والحرمان أيضا خاضوا معارك عدة لنيل الاستقلال أو إقامة نظام فدرالي يكفل لهم حقوقهم كما سعى نشطاؤهم في الداخل إلى المطالبة بحقوقهم الدينية والسياسية والثقافية في إطار النظام الجمهورية الإيرانية زج النظام بكثير من نشطائهم وعلمائهم في سجون وأعدم خلال السنوات الماضية عديدا منهم ومع مطلع الاحتجاجات بعد مقتل الفتاة الكردية ماسا أميني على يد شرطة الأخلاق خرج لبلوش في تظاهرات سلمية بعد صلاة الجمعة لكن الأمن واجههم بالرصاص الحي وقتل خلال أقل من ساعة أكثر من ثمانين شخصا منهم لكن المواجهة لم تثني لبلوش عن مواصلة نشاطهم المعارض للنظام إذ خرجوا بتظاهرات واسعة في عديد من مدن بلوشستان والتفوا حول الزعيم الروحي في الإقليم مولانا عبد الحميد اسماعيل زهي وجه هذا الرجل انتقادات لاذعة ضد الأجهزة الأمنية وطالب مرشد الجمهورية علي خاميني باتخاذ موقف ضد القمع المتصاعد في الإقليم روجت أجهزة النظام بأن المرشد أرسل وفدا خاصا لمعالجة مشكلات لبلوش والتعاطف معهم بسبب مقتل كثير من أبنائهم لكن مولانا عبد الحميد كشف بعدها عن أن الوفدة وجه تهديدات وتحذيرات للبلوش بدلا من السعي إلى معاقبة من أراق دماء المحتجين الأبرياء يطلق البلوش كل أسبوع تظاهرات في أيام الجمعة لإحياء ما يصفونها به الجمعة الدامية التي سقط خلالها العشرات من القتلى أبدى المحتجون في مختلف أنحاء إيران تعاطفا مع البلوش ورفعوا شعرات مناصرة لهم في طهران وكردستان والمدن الشمالية للبلاد وأفرزت احتجاجاتهم رموزا أبرزت مآسي حدة القمع ضد المدنيين منهم القتيل الشاب خدا نور لاجهاي الذي كان قد عانت تعذيب قبل مقتله ونشر عناصر الأمن صورا له مكتوف اليدين على عمود في مركز اعتقال خلد إيرانيون كثيرون ذكرى خدا نور من خلال محاكاة حالة اعتقاله وبعد مقتله في تظاهرات في زهدان تحول إلى أحد رموز الانتفاضة الحالية التي لا يبدو للقمع فيها نهاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر